شركة مصر للفنادق واللي طبعا قلت انها بتقدم الحقيقة يعني حاجات كتير جدا في سيناء فعندنا شركة مصر للسياحة مثلا ولدى شركة مصر للسياحة طبعا بتبزل مجهود كبير وبتقدم مشاركات كتيرة وبتقدم الحقيقة مشروع ومشروع التخلي الأعظم وخلينا نروح نعرف تفاصيل مهمة عن هذا المشروع لللي طبعا عنده معلومة واللي مش عارف معلومات كتيرة خلينا نعرف مزيد من التفاصيل مع حضراتكم ونروح للأستاذ والمحرر السياحي والخبير السياحي الأستاذ محمد كارم مساء الخير أستاذ محمد وحضرتك بألف خير كل سنة وانت طيب كلمنا عن هذا المشروع علشان بردو يبقى فيه تفاصيل كتير يعني الناس تبقى عارفاها أكتر طبعا خلال الفترة اللي فاتت قامت الدولة المصرية بعدها استراتيجية قومية لتنمية سيناء وطبعا النقطاع السياحة من القطاعات الهمة في سيناء وأهم دعم للقطاعات الإنتاج المادي والخدمي اللي هيهدف لتنمية منطقة سيناء وكان مشروع التجل الأعظم من أهم المشاريع اللي الدولة اهتمت بها خلال الفترة اللي فاتت وتطوير المنطقة من حيث المظارات الدينية من حيث البيئة المحيطة بدير سانت كاترين بالطرق المؤدية للمظارات بتشغيل السكان المحليين داخل منطقة كاترين في الحفاظ على البيئة والتراث السناوي وده بشكل كبير جدا نتج عنه جذب السياحي للمنطقة وتنشيط للحركة السياحية الخاصة بالمنطقة وفي نفس الوقت المنطقة تم تطوير الأماكن الفندقية المحيطة بدير سانت كاترين والمحيطة بالجبل وده بشكل كبير من بداية الحفاظ على البيئة وبداية الحفاظ على التراث المادي والتراث الملموس داخل المنطقة أحنا ما حضرتك كيف أنت وطبعا الاهتمام دوت أدى أن مدينة زي مدينة كاترين أو سانت كاترين تكون من أهم نقطة زيارة في البرامج السياحية الوفدة للمنطقة جنوب سينا ترجمة نانسي قنقر